موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اول مرة تتفرج علي انا اسمي محمد نوفا انا طبيب اطفال و انا بلعب شطنانجي بقالي اكتر من 12 سنة و لعبت في الدولة الممتاز كلاعب في نادي الروباط و الانوار في برسعيد اكتر من موسم و دي قناة الشطنانج بتاعتي انا بنازل فيها فيديوهات كلها لها علاقة بالشطنانج و اكون سعيد لو اشتركت في القناة مش هطلوب منك تعمل لايك للفيديو اللي انا متفرج عليه و لو فعلا عجبك support us with a like دي حلقة جديدة من حلقات تحليل ماتشاط الاعضاء و هنستأذن الناس اللي احنا دايما بنحلل ماتشاطهم ان احنا نرد بماتشاط الناس الجداد اللي بعتننا فيديوهات جديدة هبدأ بماتش استاذ بهاء هو لعب ماتش رابد ريتد كان 10 دقائق وصفر مع لاعب تقييمه 2058 بينما كان استاذ بهاء تقييمه 1878 الجيم بدأ نايت اف 3 من لابيض نايت اف 3 دي اسمها ريتي اوبننج نايت اف 3 دي اسمها عجب تقييمه 2080 ممكن تقلب اي حاجه ممكن تقلب انجلش ممكن لو انا لعبت c5 heat ممكن تقلب ممكن يخش في سيسيليون أو يخش في السيمتريكا الإنجليش أو يخش لو مثلا تلعب عليه E6 إنه يلعب Queen's Gambit Declined حسب اللي هيحصل مثلا لو لعب C4 يعني نقلة مرنة جدا تدخلك في أي شكل من أشكل الشطرنج تقريبا أوكي صاحبنا أستاذ بهاء لعب D5 نقلة ممتازة ولعب D3 D3 احتمال بقى كده شكله بنوع يلعب G3 Beg2 يلعب King's Indian Attack وأستاذ بهاء لعب E6 دي أول نقلة عندي عليها تعليق من وجه تنظر لنوعية F6 هنا أحسن نقلة هيتفرق أوك تفرق أول حاجة مش عاوزين نلعب بيادئ كتير في الافتتاح ثاني حاجة عايزين نطلع القطع أسرع ثالث حاجة لو أنا حتى هلعب بيدا فياريت مقفلش على الفيل بتاعي ده بدري من احتمال ألعب كده ولما يبقى يلعب مثلاً كده أطلع فيلي يبقى أنا ما بقاش فيل سيء ما تقفلش عليه بسلسلة البيادئ دي فNF6 نقلة جميلة علشان طلعت قطعة من جناح الملك بتحضر أن أنا هبايت خلاص بعد ما طلع الفيل ده أو حتى ولعبت G6 زي زيه لهو ناوي يلعب G3 يلعب G6 وبقى يبقى يبقى جناح الملك بتاعي والدنيا ماشى كويس لكن إن لقللت لعبة E6 قفلت على الفيل بدري إلا لو عندي خطة أخرى لأن أنا هتطلع الفيل ده بس إس هنشوف في الجيم G3 ناوي فعلاً يلعب النقلة ده وأنت لعبت الحصان البيشب دي سيكس دي تاني لدي علاج تعليق عادة الأشكال اللي فيها فنكاتة هنا دي الحصان ده ساعات بينط هنا ويبدأ يعمل مشاكل عشان يفتح الفيل على الملك المتاعك اللي بقى موجود هنا طيب فالفيل ده أفضل يطلع هنا علشان يبقى مرائب الحصان وما يطلعش زي ما انت لعبته كده لأنه طالع بيبص السلسلة بيادئة قوية مفيش أفكار تضحيات ولا هجوم على الايه على سلسلة البادئ دي فبشب E7 is the most common move دي أكتر نقلة مشهورة وأكتر نقلة منطقية مع الأشكال بتاعت الفنكاتة إنك تفنكت فيه لك تبيت تبيت مفيش مشكلة روك اي ون الرجل شكله عايز يلعب ايه ال E4 بتاعت برضو دي نقلة ليه عليها تعليق ما بحبش برضو أطلع حصاني يقفل على بيدق من بيادئ الوسط يعني أنا في لحظة باللحظات عايز ألعب C5 واضرب السنتر لو تلعب هنا حاجة من دي أبقى عندي مشاركة في السنتر أو مشاركة في الوسط لو كنت عايز أطلع الحصان ممكن كنت أطلعه هنا مثلا وبعد كده حاول ألعب كده وفنكة الفيل وبرضو عندي أفكار في سي فايف هتتلعب لكن حصاني على طول قفلت على إيه؟ على البدء بتاع السي نايت بيدي تو بيحضر قوي للنقلة رغم إن كنت شايف إن الزاقة على طول كانت كويسة برضو إنت بقى هنا لعبت إيه؟ دي فايف أنا شايف إنها نقلة بتخدم أفكارك يعني دي فايف نقلة إنت لعبها علشان بدام تلعطة بالحصان هنا فإنت كنت عايز ذوق الزاقة دي ودي نقلة منطقية لكن في نفس وقت هي حاجة اسمها فيري كوميتال موف يعني إيه؟ يعني نقلة ألزامية ألزامة شكل البيادئ خلاص البيادئ ده ما عادش بيرجع فبالتالي أنا خلاص إذا بدام لعبت دي ما عادش حالة فارجع ممكن هو لو لعيت بقى مخضرم شوية يقعد يعمل عليه شوية حوارات إنه يوقع البيادئ ده بس ده مش هيبقى سهلة طبعاً يعني مثلاً أفكار زي كده ويدغط ما مش هيبقى سهلة هو بصراحة خلص الموضوع وقال لك إيه؟ إيه فور إنت قالت مرور أكلتني بالبيدئ وقمت إنت لعب النقلة دي علشان تفتح فيلك نقلة ممتازة ما عنديش عليها مشاكل هو كمان زق بس الزقة بتاعته دي سيئة لأنها فتحت إيه؟ الوطر ده طبعاً إنت استغلت الوطر على طول كيش وممتاز ممكن يخش جوه بس الدخول جوه تقريباً أرجح بيفقد فرق يعني لو دخل جوه بتطلع كده بتديله كيش بقى أو عايز وزيره فيضطر أصلاً يلعب دلوقتي الروخ هنا أو هنا عشان يضحي لك الفرق ترجع تاخد إنت في الفرق فهو شاف إن الأحسن إن أنا ما روحش فين ما روحش جوه أطلع بره رغم إن دي برضو نقلة مش كويسة يعني لإن برضو عندك نفس الأفكار دي عايز تخش كده مثلاً طبعاً لو دخلت كده لو سمح لك يعني تخش كده وطلعت كده مثلاً عشان تقول له لا ما انتش واخد وزيري يقوم واكل هنا وعايز إيه رخم الاتنين فبرضو النقلة بيبقى صعب أوكي انت لعدته أهو فعلاً طلب فيلك راجعت بالفيل ماشي F5 is a very good move نقلة ممتازة رخي على فايل الملك عايز أفتح ايه؟ الفايل وهنا برضو نقلة يعني جميلة جداً يعني أنا كنت بتفرج قلت أنا هياكل مثلاً هياكل وبعد كده ممكن أبقى دي كش كده وارجع عاكل تاني يعني في أفكار لكن انت لعبت ده الوهدة الأولى يعني انت لاتنقلة جميلة جداً كش على الهواء عشان لما تيجي تاكل بيدك في بيدك تاكل بتمبو نقلة ممتازة مع العلم لازم يغطي يعني ما يفعش حاجة اسمها يمشي لأن الفيل واقف أسد 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 يعني لازم يغطي طب واحد يقول لي مثلاً طب هو لي مكلش هنا عشان فيه مات في واحد طيب الجيم ده كده يعني هفرقكه على الباقي بدون كلام الجيم خلص تقريباً كيش خلص الجيم هو هيدد له مات في الآخر خلص مات الفيلين واقفين أسدين أسر النيل عظيمة ما عنديش تعليق على الحب اللي حصلوا في الآخر بدون هما النقل اللي بقى خلص معك تفوق وبتلعب بقى ريحية لكن التعليقات المهمة اللي احنا اتفقنا عليها اللي انا شايف ان انا ممكن اكون فتك بالكلمتين دول هو تعليقي على انك من بدري قفلت على الفيل وان انت لعبت الفيل في وش الدنيا هنا كان ممكن يطلع هنا لان انا بقول لك انا بقول لك فكرة عامة هتستخدمها في اي شكل هيلعبه قصاد اللابد هيلعبه يعني اللابد ممكن انك نخدش بشكل مختلف عن ده ساعتها الافكار بتاعت انك تقفل على فيلك ساعات كانت ممكن تضرك او الفيل طلعته هنا ساعات كانت ممكن تضرك في اشكال تانية غير دي ارجو ان اكون قدمت حاجة ولو بسيطة فادتك واستمتعت جدا بالجيم بتاعك وارجو تبعتلك ساعات ماتشات جديدة ان شاء الله ونخش على استاذ باسم الماتش بتاعه بالقطع البيضة استاذ باسم كان بيلعب عشرة وتلاتة عشرة دقائق وتلاتة ثواني على كل النقلة ام تقييمه 1734 بيلعب حد تقييمه 1706 بدأ ب والحسان هنا وزقع الحسان الحسان جي هنا وهنا بقى عايز اقول له حاجة لذيذة جدا فهو لايب سي فور مقدرش اقوله غلط مع العلم ان مربع المربع ده هيمنع الفيل من الطلوع سواء هنا او مكانه يعني يقف مكانه لكن عندي تعليق لذيذ هنا جدا ان الشكل ده بيقلب لشكل من اشكال سميث مورا جامبت وده اول حاجة خطرت على بالي ان انا نلعب دلوقتي دي فور ولو اكل العب سي ثري مقدرش ياكل عشان الحصان مطلوب فبيحتاج مثلا عنده بقى حاجات كتير عنده يطلع بالحصان عنده يلعب كده عنده يلعب كده كل حاجة اللي هتفريع وهشرحه ان شاء الله في فيديو الوحده في سلسلسل سميث مورا لو ما تعرفش سلسل سميث مورا هتلاقيها موجودة في البلاي لست اسمها ده نوتوريوس سميث مورا جامبت لكن خلينا نكمل المارش بتاع صاحبنا استاذ باسم لعب سيفور وتعليق عليها انها قفلت الفيل اي نعمل فيل هيطلع هنا او هنا اه بس هي قفلت الفيل اه انه يجي مكان البيدأ عشان يلعب على الوطر ده او يجي هنا يدي كش مسلا في اي لحظة من اللحظات في نفس الوقت اه زقت الزقة بتاعت الدي فور دي ممكن تكون ممكن ما تبقاش سهلة قدام بس يعني لو طبعا الخصم قدر يستغل ده هو رجع هنا انت لعبتاها على طول عشان تخلص منها صاحبنا اطلع بالحصان بيهدد الحصان ده وفي نفس الوقت بيهدد البيدأ ده يا ترى نعمل ايه طيب بديم انت بتلعب بالفتاح ده مسلا او بتشوف الشكل ده كتير فيه تاكتكس هنا معروف او او مشهور اولا الحصان فحصان مش حلوة علشان بياكل السنتر وبقى بادقوا كلها حلوة كده ولذيذة وعنده ضربات في السنتر قوية بعد كده قدام فحصان فحصان مش حلوة طيب ايه اللي حلوة هال ايه فور للتلعب في الجيم دي حلوة هي مش وحشة بس بتضعف الوطر ده قدام لو قدر يستخدمه لكن حتى الان ما قدرش يستخدمه وما قدرش يقول انها وحشة وما اضعفتش اي تفوق من تفوقاتك لكن في لاين لازيذ شفته انك تطلع بالحصان دلوقتي بتطلع قطعة من القطعة بتاعتك ولو اكل هذا البيدأ C5 is a tactical shot هات حتة حتة دي ما بتهربش في حتة لو راح هنا يتاكل لو راح هنا هقولك يعمل ايه لو راح هنا بيتاكل على طول ولو راح هنا بقى اه بتلعب هنا ال F4 تقولوا لو سمحت هات الحصان ده ولما الحصان ده مش يتبقى تاكل ايه حصانه يعني فيه tactical shot لذيذة كده ايه في الافتتاح ولكن انت لعبت F4 مفيش اي مشكلة النقلة بتاعته دي مش حلوة خالص يعني دي انا مش حبيبها تماما انت طلعت بفيلك ما فيش ما عنديش اعتراض لكن ليه دي وحشة دي وحشة عشان المربع ده ما عادش فيه ولا بدأ بيحميه وكنت على طول ممكن تخش في الاضعاف ده بانك تلعب الحصان ده على هنا وتخش بكش كان يبقى وضعك ممتاز طيب انت لعبت الفيل هنا هو ملعب الفيل اه يهدد حصانك وانت قلت له لا ما فيش حصان هو اديك كش ورجع ما فيش مشكلة رجع على فكرة في الفيل بتاعه وفي نفس رات عايز يبايت لو كان رجع ورا خالص ما اعتقدش انها كانت تبقى حلو علشان عندك حصان فهو حصان هات وزيرك ولما يكل الحصان بتاكل الفيل ببلاشة فهنا البست موف بتاعته ماشي ربط زق ايه التاني ماشي اكل ماشي اه دي نقلة بقى غريبة جدا هو انت ليه مش عاوز تطلع بحصانك يعني الحصان ده معانا في الجيم ما تلعبوا معك يعني عايزين نخلص عايزين نطلع كل القطع وانبيت انا يعني انا شايف دي نقلة نقلة منطقية جدا وبين عايز تلعب كده وتخش في الاضعاف لو فيه امكانية نقلة منطقية انا مش هافيتها ملعبتاش ليه انت لعبت الفيل هنا في واحد انا مش هافيت فكرتها برضو حتى لو انت عايز تيجي على الوتر ده فالوتر ده ممكن تيجي بيه كده على طول فمش عادي بصراحة النقلة دي كان فكرتها ايه اه واحد تاني يقول لي حاجة لو لعب حصان دلوقتي عنده دي سيكس يكسر بها ايه البيدقاء بتاعك ده لكن الحقيقة انك لو جيبت الروخ دي هنا ما عادش عنده الاكلة وبقيت انت اللي عندك الوقتي الاكلة جمدة جدا تكسب بها الجيم اصلا لو كنت بيدق في بيدق دلوقتي لو لعب دي فايف انت ممكن تزوق البيدق وبقى عندك تلاتة على اتنين افكار ان انت ممكن ايه تعمل بيدق سالك قدامي طيب خلانا نشوف الجيم مش ازاي في الرجاء على لعب دي فايف انت لعبت فعلا ازاقة دخل بحصانه بيت اوكي كل ده نقل مش وحش حطيت الفيل على البونج دياجنال واخيرا الحصان لعب هو طبعا مش عايز ياكل الحصان بحصان لان حصان ده جامد جدا ولو انت كالت ياكل بالبدأ ده بقى عنده بيدق سالك والطبع بتاعته لعبت اشوف بقى القرارات البسيطة اللي كانت في الاول بتنتهي الى نتائج كبيرة مشاكل كبيرة لان الحصان بقى جامد قوي والتخلص منه بقى صعب جدا دلوقتي طلبت مات اه تخلصت انت من الحصان بس هو الوقت بقى معاته فوق كبير اللي بدأ السالك ده بقى خطير جدا هنشوف بدأ في بدأ بدأ في بدأ تكسير جبت الروح التانية على الفايل تكسر اوكي برضو عايز تكسر كسرت اصحب اعتقد الجيم بقى صعب او دلوقتي الجيم بقى معا بدعين دلوقتي سلكين و لالاسف الدنيا ما عادتش كويسها واو واو اوكي اوكي طيب خلا نرجع ونفهم بالراحة كده احنا عملنا ايه غلط اول حاجة النقلة دي ليه عليها كلام وقلته قلته خلاص النقلة التانية اللي احنا اتفقنا عليها طلع حصانك طلع حصانك وكان فيه تاكتيكالشوت اديك عرفتها وشفتها ابقى دايما نفكر فيها يعني انا ديتك الوقتي فكرة تفكر فيها في المطشاط الجاية ممكن يكون موجود زائد السي فايف دي تكسب في الافتتاح كده فخر في الافتتاح تنفع ولا ما تنفعش تنفع بس لو لو طلعنا بالحصان انا غطينا ايه المربعات بتاعت هروب هذا الحصان برضو برضو لازم تحط في بالك الخصم لعب النقلة دي وخرم المربع ده كده مفيش ولا بدأ بيخش فيه يبقى لازم ننطع على طول ونشترك في المربع ده ونمنعه من الزاقة ما عنديش اي مشكلة في كده الا انك تأخرت كثيرا في انك تطلع الحصان ده والحصان ده لو كان طلع معاك تفوق كبير اتنين تفوق اتنين ده يعني انك معاك بدأين زيادة وانت ما معاكش حاجة اصلا يعني على الرقعة مفيش معاك ماتيريال برضو مش عايز اقول لك حاجة ما تلعبش الالعاب دي بسرعة الا لو انت عارف انك هتتخلص من الحصان ده لو جي واقف هنا يعني سي واحد ممكن يرشح النقلة دي يقول لك ما تلعب مسلا دلوقتي ايه اه سي فايف ماشي لو الحصان ده جا هنا ومفيش الفيل ده عشان تكسره يبقى الحصان ده بقى جامد جدا طول الجيم وهيتعبك او مفيش الحصان ده عشان بعد كده نكسره يبقى الحصان ده هيقف جامد جدا طول الجيم وهيتعبك تستعجلش في الزقات دي انت لعبت النقلة دي زي ما اتفقنا وبقى الحصان جامد جدا يعني جامد جدا دلوقتي طيب من اول بقى اللقطة دي ويزبط زي ما اتفقنا عشان حصانه بقى قوي جدا. اوكي. انت تكون استفدت اي حاجة من انا قلته. وان شاء الله اتفرج على جيم جديد لك. بمستوى اقوى من ده. مع العلم انت لعبت برضو كويس جدا في الافتتاح دوت. لكن يعني ارجو ان انا كون اضافت شيء جديد. الجيم اللي بعده مستر عبدالله. مستر عبدالله بيلعب بالقطع السوداء. وبيلعب اي فور اي فايف. الافتتاح اللي انا عمري تقريبا ملعبته. ولكن اه شفت فيه مانشاط كتير. فانا ممكن افيده بمعلومة او اتنين. اوكي. الحسان على طول هنا مش النقل الاشهر. اعتقد ان النقل الاشهر هنا تزق دلوقتي على الفيل. وحتى لو كال بتاكل ولو كال البدأ ده بتخش ايه? كوين دي فور. لو رجع بتدي كش وجيمك كويس. حتى لو طلب تكسير بالوزيد مش مش مشكلة. لكن انت لعبت الحسان التاني. حتى الان ما عنديش اعتراض. بعد التبيت. لا دي بقى مش كويسة. لعلشان بعد ما يبيت معادش عندك كوين دي فور. تطلب حاجة من الاتنين. لانك لو رجع تاني بعد كوين دي فور. طلب وزيرك كوين تكلت البيدأ هيربطك. اه عشان بيت الباشا. اذا ايه سيكس هنا نقلة مش كويسة. الكويسة عمل ايه يعني? اعمل كده يا عم وخلاص. اعمل كده. اعمل ايه يعني? لو ضرب السنتر ما عنديش مشكلة كل. ولو اكل ابقى لعب كده. يعني انا مش شايف اي مشكلة في اللي انا قدامي ده دلوقتي. حتى لو جوزلك بيادئ. دايما نكون بالبيدأ. ما تكونش بالايه. بالفيل علشان يبقى معاك امتياز الفلين. ما تفقدش امتياز الفلين. وكمان اه بيادئك تتركب. فهم قصدي ازاي? يعني مسلا لو واحد ايه قالك ان انا اكل كده. اه اي نعم دلوقتي نفس الشكل. بس انا معكش الفلين. الفلين كان هو يفرق معاك شوية. طيب خلا نشوف الجيم مش ازاي. ما عادش بقى في دي. اللي انت لعبتها دي. عمانا لو كانت البيدأ دلوقتي اصلا هيربطك. فاضطررت تمشي. وبيدت طويل ده نقل كويس. يعني مش معطلد على الطبيعة الطويل. وبعدين قمت كسر الايه? البيدأ علشان اه تاخد البيدأ بتاعك اللي خلص انت كده تقريبا عرفت عرفت ترجع اللي راح منك. ما فيش اعتراض. لكن اللي انا قلته في اول التحليل ده انك اصلا ما تضيعش حاجة وترجع تاخدها. يعني انت مش مضطرة تعمل كده. مش كل مرة هتعرف ترجع اللي انت ضيعته. اوكي. وحفنة من التكسيرات حصلت على هذا المربع. وهقولك بقى معلومة اعتقد ان ديها تبقى الاقوى في هذه الحلقة. انا اول ما عدت الوقتي فكرت قلت انا الوقتي عايز اخد البيدأ ده. عشان الوزير ده. اه مربوط لو زقيت كده. اه مقدرش هيكل عشان هيكل ايه? وزيره. بس عندي مشكلة. لو زقيت كده. اه ممكن ياكل يدي كش. وبعد كده ياكل البيدأ في بيدأ. او يزق البيدأ. ولو انا ضغطت على البيدأ ده تاني بيقوم جاي حميق. والجيم بتاعنا بقى يعني مش كويس. طب وما انا اعمل ايه? قالك بدام في اضعاف. مش عبدالله مستر عبدالله مدلش لغة انجليزية ويفهم ما اقول. فكس ذا ويكنس يعني ثبت الاضعاف. وكيف اثبت الاضعاف? باني اقف والشوق. ده ما عادش بتزقق خلاص. افكار الكشات ما عادتش موجودة. الزقة دي بقت قوية. عشان ما يقدرش ياكل هاكل وزيره. يبقى كوين اي سيكس النقلة قوية جدا. وموحد اقيل لي ايه? طب مايلعب ايه? مايلعب كده? ولما لعب له كده? يبقى يلعب كده? اقول له لما فيش الكلام ده عشان بناكل. طيب طب هل احنا بعد ما هو لعب كده مضطرين اصلا نلعب دي? لا عشان عندنا كش بيخش جوه وبناكل عاوزين الرخ. ولما الرخ تبقى تمشي هنا مثلا. عندك بقى احتمالات كتير. فلو انت لعب هجومي ممكن تاكل ده وتفكر فتر ايه? لو انت لعب دفاعي وعايز تصبر ممكن تصبر بانك تلعب كده عشان ما ياكلش البيداء بتاعك. ده كويس وده كويس. يعني ده موجود وده موجود. مش هقدر ركن ده وده صح. الاتنين كويسين. اه لكن لو انا برشح انا رشح ان انا دلوقتي اكل. اه البيادئ بتاعتي اهم البيادئ بتاعتي. يعني البيادئ ان انا هكلها اهم البيادئ بتاعته. لان انا اسرع. لو كلت كده هو لسه هيكل. اه انا عندي دلوقتي اه اجي كده وابدأ ازق. هو ما عندوش يعني انا انا سابق عليه. اوكي. فاعتقد ان دي هتبقى معلومة مفيدة. تعال نرجع لبقيت المطش تلعب في ايه? انت لعبت كده عشان تمنع اتلة البيادئ بتاعت الاتش سيبن. مفيش معنى. اف فور. ليه بقى دي بقى? اكيد دي فكريتها ان كنت عايز تلعب ايه? ازق. لكن بدم برضو دي حاجة مهمة جدا يا مستر عبدالله. بدم فتح لك وطر. على طول بقى. قدي كش في الوطر. مشي تبهت وزيرك كده. الوزير ده بيروح فين دلوقتي. لو جي كده بيتاكل بالرخ. لو جي كده بتدي له كش وتاخد الوزير. لو جي كده خلاص خدنا بدأ. بدأنا اللي راح من هنا. يعني جيمك خلاص بقى ممتاز والرخ بقت اكتف. جيم بقى مختلف تماما. فلما حد يفتح لك وطر لازم تحسب لك كم حزبة. على الوطر تشوف. اه انا انا. ممكن ناخد ايه تفوق من الوطر ده. طيب الجيم معنديش بقى تعليقات تانية خلاص. انت خدت البدأ بتاعك بس في موقف انا شايفه مش. هو اكل اللي بقى ايه? وحمى. الجيم لسه في اللعبة طبعا لكن انا شايف ان كان فيه حاجات تخليص بدري عن كده. كيش. كيش. شكله ايه? انه يبوط وبعد كده اغير رأيه. كسرنا وزراء. اوكي. اربعة صد اربعة. على المفروض الجيم ده يبقى تعادل. الا لو حد فيكوا لعب بشكل مش كويس في التكنيك. اه الجيم بتاعه بقى خطير دلوقتي. والجيم بتاعك برضو بقى خطير دلوقتي. لان انت بدأك السالك ده ممكن يخلص. في اللقطة دي بقى يا مستر عبدالله. بعد زقة البيدأ دي. الراجل عايز يجي هنا ويركب البيدأ ده عشان ما ترقيش. هنا انت معاك موقف وينينج. بس معلومة الاند جيم نقصاك. انك ترجع كده عشان ايه? يمنعك من تمنعه من انه يركب البيدأ. هنا بقى ما عندوش حاجة خلاص. يعني انت البيدأ ده يقفش انت لو حاول يجي مسلا كده فانت بتزق. لو حاول يجي كده فانت بتلعب دي في وشه. فانقلة دي فاتياتك بس يا مستر عبدالله في الاند جيم. اند جيم الرخاخ مهمة جدا يا مستر عبدالله اه شوف مواقف كتير للاند جيم الرخاخ. بيقولك اند جيم الرخاخ دي اكتر اند جيم بتزهر على الرؤعة. وبالتالي هي الاهم على الاطلاق لانها الاكتر ظهورا. وبدأ ما هي الاكتر ظهورا يبقى المفروض ان انسان يوليها بعض منها الاهتمام اذا اراد ان يكون لاعب شطرنج قوي. اللي حصل في الجيم طبعا. طبعا طبعا لاتي تطوق ابيض من زمان. اوكي. بقى التكة هنا اند جيم انا بتهالي قلتلك بكده يا مستر عبدالله ان اند جيم بتاعك محتاج يتحسن شوية. وانت قريد بتلعب احسن وكما اقتفها وقات ممتازة. لكن التكة بتاعت انك ما تسمحلوش يجي يركب البيضة دي من هنا. بعد الكش كنت تتخش بعد الزقة سوري بعد الزقة دي بدل الكش والكلام ده كنت تبنعهم ان هو يخش يركب البيضة كان هيبقى وضع افضل بكتير. يلا بينا عمضش اللي بعده. اوكي مستر عبدالله بالقطع البيضة ويلعب كينجز انديان اتاك. نقلات معروفة بتاعت الكينجز انديان اتاك. طيب اول نقل عندي احمد اعلاتها عليه. اول حاجة الفيل ده كنت المفروض تطلع تطلبه على وفروض رفع دمارك. اه افكار انك عايز تجيب الحصان ده هنا. اه وبعدين هنا وبعدين هنا يعني اللفة بتاعته المشهورة. اه او او اه تطلع كده والحصان ده بعد كده بيجي كده في كده. يعني تحت كده وبعدين كده. حاجات دي كلها موجودة. اه موجودة من من الاف ولو انت عايز حتى تجيبه هنا وتلعب هنا. كل ده موجود من اين? من الاف واحد. طيب انت ليه لعبت الحصان ده هنا? طبعا الحصان ده دلوقتي عرضة ان هو يتاكل. وبعدك تتجوز. اي نعم ده بدأ بقى ضعيف فعلا. لكن هو ممكن يحميه. ممكن يلعب رخ واحد وبعد كده يجيب الفيل هنا. يحميه. فاخد بالك. اه بدأك بقى الضبل. انا مش شايف انها وحشة يعني. انا مش شايف ان الفيل في بدأ اللي هو اللعبة مش وحشة. لكن هو لعب احسن كمان هو لعب اه ان ان هو زق دلوقتي بتمبو على هذا الحصان. ولذلك بيقولك لو انت عايز تحطه حصان في السي فور او السي فايف قبلها العب اي فور علشان ما عادش تسمح له بالزقات دي. ولو هو عايز يعمل زقة آآ نجحة. يعني لو عايز اللعب حصان ده. لو حتى لعب كده دلوقتي عشان اللعب دي بتقوم انت زق ايه? الزقة ديت. علشان لو زق بتبقى تاكل بالمرور. ولو هو عايز يعمل زقة نجحة يبقى مضطل يلعب كده. واحد اتنين تلاتة. وده بتضيئة وقت جامل جدا عليه. احسن اللي ياكل الفيل في الحصان احسن. بدلا ما يضيع الوقت ده كله. اوكي. يبقى نانت كانت افضل من نايت سي فور. انت روحت دلوقتي للمربع اللي انت عايزه بس بتمبو. وهو اصلا افكاره كلها على جناح الوزير. فده ساعده ان هو ياخد مساحة تمبو على جناح الوزير. كنا في غناء عن ذلك. اوكي. طلبنا الفيل ودخلنا بحصان ما عنديش مانع. اف فور نقلة قوية. هقول لك هقول لك انت لعبت حلو جدا ماشي. بس مشكلتك فين برضو هقول لك. دي تكتوكة انت شفتها ولكن ما حسبتش كويس. يعني انت شفت في اخي انك هتزق بس ما شفتش انه بيجي يقفل الوطر. اعتقد انك ما شفتهاش يعني. فتحنا السنتر. كان عندك على طول بدلا ما تفتح السنتر بتدي كيش. وتاخد البيضاء. يبقى انت مشكلتك في التكتكس برضو. عايز تحل التكتكس كتيرة. انا بكرمك منتها الامانة علشان آآ مستوك يزيد. او انا عرف انك بتحب اللعبة جدا وانك مش يتزع من التعليقات. يا صديقي عبدالله. كيش. وعندك هنا نقلة تخليص برضو تكتك يا عبدالله ما شفتهاش. في الفحصان ياكل تاخد الدبل ده. خلاص الموضوع خلص. برضو ما شفتهاش يا مستوك العبدالله نتيجة ان انت محتاج تلعب بتاعك. تكسك كتير. ومتدخل انت بكيش. وخلاص حمل حصان بتاعه. والحياة بقت ايه? حلوة. آآ آآ الراجل اللي دلوقتي معاه فرق. الفرق بتاعك اللي انت ضحيته ومعرفتش ترجعه. آآ معاه بيدأ سالك في الخصن. وعلى الارجح الجيم هيخلص بانه يكسب. لانه هو معاته فوق جيد. اوكي شوية ضرب. ماشي. انا عشفت نهاية الجيم. الجيم في اهرها دي كشمات تقريبا بالآآ آآ. تشيك ميت ديس وي. طيب خلينا نرجع بسرعة. الافكار العامة اللي انا بتكلم عنها في هذا الجيم ان والله. آآ لو انا عايز احط حصاني في السي فورج. ألعب آآ قبلها اي فورج. عشان ما يزوقش على بيدأ. آآ اوه راح دماغي وكمل افكار الكينج سايد اتاك. ان انا ههاجم على جناح الملك. فاجيب الحصان في الاف ون. تاني حاجة التاكتكس يا عبدالله. محتاج تلعب تاكتكس يا عبدالله كتير. انت حساباتك هنا كانت غير دقيقة عشان الرجل تطلع غبطة الهجوم. وبرضو يا عبدالله هنا كان فيه فحصان ياكل بالفيل تدي له دوبل حتة. يعني حتة اجباري. وحدش يقول لي مسلا ايه لو كان كده مسلا. هيقول لي طيب لو زق دلوقتي. يعام زق زق كش. وبعام بترجع تاكل خادنا برضو الحتة. واخد بالك. فهقول لك حاجة حلو يا عبدالله انت برضو تعرفها بمناسبة اللغة الانجليزية. في حاجة اسمها في كل موقف او في معظم المواقف. لو انت شفت نقلة مش عكباك اعمل حاجة اسمها بلندر تشيك. يعني خد بصة كده هي النقلة دي ممكن تبقى بلندر. ممكن اخب منها تفوق. البلندر تشيك ده مهم جدا. انت بتلعبش انجن. انت على الارجح. يعني. لو انت لعب جامد جدا جدا هيبقى ثمانين في المية من نقاراتك جيدة وعشرين في المية فيها بلندرات او اخطاء. فلو انت كل شوية عملت بلندر اتشيك عاللعب اللي قدامك ممكن تلاقي حاجة. تكسبك الجيم. يعني ما تلعبش بشكل ان هو بيلعب البيست موف. لا هو بيلعب.رفض معظمها ممكن يكون مش مضبوط. وانت بالتفكير ده او دي بال الفكار دي. تقدر ان انت. اما تعمل نتائج لانك بتلعبش كمبيوتر يعني انا اكون سعيد جدا لو كنت فت اي حد منكم بمعلومة او اتنين وتمنى تبعاتكم وطشات جديدة ان شاء الله واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة معلش طولت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته